السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر عمد العبد من قناة دروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصل للصف الثاني الايدادي. هناخد النهاردة. هناخد بكل ما اعطالك بالكلمات ان اتعرف ها النقط الصحيح. كمان هناخد الفرق بين اهم الكلمات. هناخد التعبيرات اللغوية وحرف الجر. هنحل على ذلك كل اسئلة ونقول السبب بتاع الحل. ندعم اول حاجة اهم الكلمات. heard скreared education rubbish collectors rubbish collectors heroic heroic nursing organization championship street cleaners ستريت كلينورز مانجر مانجر سوسايتي سوسايتي ناخد بوب كويز قابلنا خمس كلمات وربع قومة number one our team won a football this year الفريق بتاعنا فاز بإيه فاصل بقرط القدم هذا العام يبقى هنا championship مطولة قرط القدم number two my mother is the not of our school موما تعتبر إيه بتاع المدرسة طبعا the manager هي مدرية المدرسة بغتك يا عم number three he went to England to complete his هو زهب الإنجلترا عشان يكمل إيه طبعا his education التعليم بتاعه number four saving a children from a dangerous fire is a act نقاذ الأطفال من حريق خطير يعتبر إيه طبعا يعتبر heroic act يعني عمل بطولي نكمل أهم كلمات painting painting discussion discussion internet internet collect collect statue statue explain explain continue continue faculty of nursing faculty of nursing main idea main idea athens 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 england england the barathenone the barathenone confuse confuse captain 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 introduce introduce the island of crete the island of crete writer 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 fire fire fighter عندنا gech silent fire fighter ناخد تصرفات الفعالة غير منتظمة teach taught taught عندنا برضو gech silent teach taught taught learn learned 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 وممكن اقول learned learned سواء فعالة منتظم او غير منتظم understand understood understood كم مرة understand understood understood ناخد definitions تعرفين heroic اجام كلمة hero معناها بطولي او نبيل the adjective صفة very brave شجع جدا or great شعزم جدا manager المدير a person whose job is to re او هنا organize people in a company or business شخص طبعا وظيفته ينظم الناس في الشركة او في الايه العمل او العمل التجارية scared خائف frightened or afraid that something bad could happen بيبقى خايف ان شيء سيء ممكن يحصل وبقى كده scared ناخد مع كده في ذو قبل الاستاذي synonyms and antonyms المرادف والمطاب كلمة true معناها صحيحة او حقيقي السنonyms المرادف فتاحها right والانتونيم المضاد wrong او false خطأ difficult صعب السنonyms المرادف فتاحها hard والانتونيم easy سهل modern حديث المرادف فتاحها new او recent والانتونيم المضاد ancient قديم famous مشهور المرادف فتاحها popular او known والانتونيم بتاحها مضادها unknown غير معروف البريفيكس والصافيكس حرف البداية والحرف النهية الائيسي لما جمع في اخر الكلمة تكون الصفة من الاسم ذي كلمة heroic بطولي الار تكون اسم الفاعل من الفعل ذي كلمة manager مدير writer كاتب a-t-i-o-n لما جمع في اخر الكلمة تكون الاسم من الفعل ذي كلمة organization منظمة نحل الاسم على النقطة دي number one this story isn't true الكصة دات ليست حقيقية so it is اذا هي ايه يطرقوا الفاكشوة الحقيقي false خطأ easy سهل ancient قديم فالس بذل مش حقيقة يبقى false تمام number two to get the name of a person from the verb manage ويقاد عشان احصل على الاسم من الفعل منج بضيف له ايه he are تمام يبقى هنا manager number three this scientist is famous العلم ده ايه العلم ده مشهور this means he is معنى كلام ده ايه يبقى هنا popular يعني ايه يعني مشهور number four the words modern and have the same meaning كلمة modern وكلمة ايه لهم نفس المعنى modern يعني حديث يبقى كلمة new جديد نفس المعنى number five to get the adjective from the word hero عشان اجيب الصفة من كلمة hero we add هنضفلها ايه هنضفلها ic عشان تبقى heroic يبقى هنا بطولي اهم الملاحظات العوية الفرق من كلمة scared وكلمة scary scared ديت صفة بمعنى خائف لما اقول مثلا noha is scared noha خائفة بتوصف الشخص اللي بيشعر بالشيء يعني she doesn't like the dark هي اللي تحب الظلام لكن scary هتبقى مخيف هي الصفة برضو dogs are scary i don't like them الكلاب مخيفة انا ما بحباش الفرق من كلمة nursing and nursery nursing التمريد او من التمريد sama studied nursing to look after patients سما هتدرس التمريد عشان تعتني بالايه بالموارضة لكن nursery دي الحضانة heba sent her daughter to a nursery school heba ارسلت ابنتها الى ايه الى مدرسة ايه او سيقول الحضانة يعني تمام الفرق من كلمة contain وكلمة include contain معناها يحتوي على يعني يحتوي على شيء بداخله المتحف يحتوي على عدد من التمثيل القديمة لكن include يشتمل او يتضمن لما اقول القائمة بتاع الطعام تشمل fish salad and rice يبقى هنا كلمة include اللي جاي بعدها ممكن نقول ما بعدها كل ما قبلها او يساوي ما قبلها يبقى القائمة في ايه سمك ورز وصلط لكن كلمة contain ما بعدها جزء مما قبلها تمام طب كلمة reason او cause reason بيجمعها for cause بيجمعها of طبعا reason دي سبب مبرر معنوي يقول لك مثلا he lost his mobile هو فقط مبايل بتاعه this is the reason for his anger هو ده السبب المبرر السبب المعنوي بتاع غضب اللي هو فقدان الموبايل لكن لما قول لك what's the cause of the fire ما هو السبب المادي للحريق لانا مثلا حد رمى سجارة او ولع وتكبريت في حاجة يبقى ده سبب مادي نقوم بعد كده اهم الexpressions and prepositions اهم حروف الجارة والتعبرة اللغوية have a class discussion يكون بعمل مناقشة صفية او دراسية get better يتحسن او يتعافى put other people first يضع الاخرين جهدهم do something very useful يقوم بشيء مفيد جدا اهم الprepositions حروف الجارة in other ways بطرق اخرى collect from يجمع من in other words بمعنى اخر answer to اجابة او رد على scared of خائف من نقوم بعد كده اهم نصوص reading and listening my heroic mother يعني ماما او امي البطولية يعني ماما دي بطلة يعني today my mother is an important nurse mrs. كريمة محمد اللي بيقول في اليوم اليوم بتاعتني يعني ممارضة مهمة اسمها mrs. كريمة محمد but i know that her life used to be difficult انا عكون تعارف ان هي كات معتدة زمان ان حيات تكون صعبة she studied to be a nurse طبعا الدارس عشان تبقى ممرضة and the faculty of nursing في كلية التمريد in عين شمس university في جمع عين شمس and used to work as a nurse too وعتادت ان تعمل كممرضة ايضا sometimes at night احيانا بالليل to learn all she could عشان طبعا بتتعلم كل اللي هتدر عليه she then got a job at a big hospital in Cairo بعد كده حصلت على وظيفة في مستشفى كاسها في القائر she continued to work hard يعني استمرت في العمل بجد but didn't stop her studies لكنها لم توقف دراستها and soon she became one of the most important nurses in Cairo واصبحت واحدة من اهم الممرضات المهمين في القائر now she works in a big hospital in Cairo دلوقتي بتعمل ايه طبعا في المستشفى كبيرة في القائر in 2020 many people became ill سنة 2020 ناس كتيرة مرضت يعني تعبت ايام كورونا and she worked every day for many weeks واشتغلت كل يوم لأسابيع عديدة it was difficult كان الموضوع صعب but heroic work لكنه عمل بطولي because most of them got bitter لان معظمهم بدأت تحسن she is also a nursing manager كمان هي تعتبر مدير التمريد and she helps to teach younger nurses وبتساعد في تعليم الممرضات اللي هم الصغار في السن I think she is a hero اعتقد انها بطلة because she studied and worked very hard to get an important job تعتقد انها بطلة انها بإيه يعني بتعمل بتذاكر وتعمل بجد لكي تحصل على وظفة مهمة and now she helps people every day دولتي بتساعد الناس كل يوم she always tells me that دائما بتقول لي education is very important التعليم مهم جدا and that if I work hard I can do anything وطبعا لو انا اكتهت في العمل طبعا نقدر اعمل اي شيء نحل لأسلع الجزء الخاص بكلمات نمبر وان الشوارع ستكون سيئة جدا بدون الشوارع خلي بالك يبقى بدون ايه رابش جامعي القمامة نمبر 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 يعني العمل بتاع الدكتور فعلا ايه وما طبعا بايه بيواجهوا الامراض في المستشفى عشان يساعدوا المرضى يبقى كده هنا ده فعلا عمل بطولي نور الشربيني فازت طبعا بطولة يبقى هنا بطولة السكواش الدولية لعالمية ساعة الفين وعشرين نمبر فايف هنا بقول لأختي طبعا هتنضم وتلطحك بكلية ايه هي عايزة تكون دكتورة ايه بقى كده كلية الطب يبقى هنا فاكالتي ايه انا خدنا معناها ايه معناها دواء بس طبعا لما تيجي مع كلمة فاكالتي مش معناها اقول انها كلية الدواء بقى لدي هنا نقصد ايه ان كلية الطب تمام نمبر 6 what is the not idea of the story ازولينا ما هي اكيد الفكرة الرئيسية يبقى the main idea الفكرة الرئيسية نمبر 7 did he use to be the not of the football team هل هو كان معتاد ان هو يكون الخاص بالفريق يبقى كين الكابتن بتاع الفريق المدرب يبقى نمبر 8 she always tells me هي دائما تخبرني that is very important مهم جدا طبعا التعليم مهم جدا education تمام لين انفكشن معناها عدوى كلوش انت لوز سموكينج تدخين نمبر 9 tamir not me to his parents during his first day party tamir طبعا هنا introduced me يعني قدمني للوالدين بتوعه اثناء عيد الملاد بتاع تمام نمبر 10 i went to the museum and saw many of ancient egyptians انا ذهبت المتحف وشوفت العدد من ايه طبعا هي بقولك ancient egyptians kings there يبقى كيد تماثيل الملوك المصريين القدماء يبقى هنا statues تمام نمبر 11 ancient is the opposite of ancient تعتبر مضادل ايه طبعا the opposite of modern ancient تقديم جدا modern يعني حديث اهم الدفنيشان اهم تعرفة when you are afraid that something bad could happen then you are لما تكون خايف ان الشيء ممكن يحصل يبقى انت ايه يبقى هنا you are scared يبقى انت كده خائف تمام نمبر 13 or and not is a person whose job is to organize people in a company or a business طبعا شخص وظيفته ينظم الناس في شركة او في عمل معين يبقى مين يبقى المانيجر اللي هو ايه اللي هو المدير تمام نمبر 14 not is very brave or great شجاع جدا وعظم جدا يبقى ايه يبقى هنا heroic يبقى شيء عمل بطولي يبقى عمل شجاع نمبر 15 what is the reason coming home late يعني يقول لك ما هو السبب يبقى هنا for coming home late لتأخيرك طبعا نمبر 16 انا مش فاهم فانت ممكن تقول لي السؤال اعطي لك بكلمات تانية يبقى in other words لان other بيجوا رحي اسم جمع بكلمات اخرى ناخد ببعا كده general exercise on lessons 5 and 6 80 عام عدرس الخامس و السادس اول سؤال سؤال الاستماع زي ما قلناه قبل كده اقرأ الاسئلة باختياراتها قبل ما تسمع المدرس عشان يبقى عندك فكرة عامة لما المدرس يقرأ لك هتلاقي الموضوع بسيط جدا والموضوع موجود في اخر الكتاب نيجي لسؤال بتاعنا بسؤال الديالوج قلنا عشان احل سؤال الديالوج بعمل ايه ازاي ما ظهروا قدامك على يمين بكتب الاول خطوات تكوين السؤال ادت استفهام فعل مساعد فعل اقسيس تكمل الخطوة التانية اقرأ العنوان بتاع الديالوج اللي اللي عملت عليه مربع ليه بيعرفني الموضوع بتاع الديالوج بتسأل هو ده على المنظفي الشوارع الخطوة التالتة اقرأ المتحدث بالكامل من غير محل ولا كلمة عشان اعرف التفاصيل الخطوة الرابعة بده اقرأها واحل بعد كده في المرة الرابعة سألها بتقول ايه يعني رأيك ايه او رأيك ايه في منظفي الشوارع قلت لها اعتقد انهم ابطال سألت لها سألتها سؤال فهده قلت لها انا اقصد انا اقصد بابطال ان هما بيعملوا شيء مفيد اكيد هتقول لها طبعا انت تقصد ايه ممكن تقول لها ماذا يعني ذلك واللي تننصح سألوا هتلاها لماذا تعتقد انهم بيعملهم شيء مفيد اكيدها طبعا هتقول لها ان اكيد العمل بتاعهم صعب يعني فممكن تقول لها لان عملهم ايه عملهم صعب طبعا سألوا سألت سؤال فهده قلت لها يجب ان هنشجحهم ونعطيهم مال اكتر يبقى كده تقول لها ماذا يجب ان نفعل من اجلهم نعمل لهم ايه بعد كده سألوا قلت لها بس اعتقد ان المال ليس كافي طبعا المال مش كفاءة لدينا فيه تدير معنوه طبعا قلت لها انا اتطافق معك نحن اللي بقى كاسرة تشوز there was a or an emergency and many people were in hospitals اللي يوجد ايه طوارد ايه يعني والعديد من الناس موجودين في المستشفى يبدا كيد طوارد ايه بصلا بامور الصحة يبدا health emergency تمام number two some people think that بعض الناس بيعتقدوا ان that rubbish القمامة can be heroes اكيد طبعا rubbish collectors جامع القمامة ممكن يكونوا ابطاء تمام لنهم بيبنفعوا المجتمع number three teachers doctors nurses and other jobs are useful for our طبعا عايزوا لهنا المدرسين والدكاترة والنيرس لهم ايه الممرضات دول كلهم and other jobs ووظائف تانية are useful for our اكيد طبعا for our society المجتمع بتاعنا number four last week there was a big fire اللي هنا بقول لي الاسبوع الماضي كان فيه حرق كبير but the brave not stopped it لكن ايه brave firefighters لكن رجال المطاف الشجعان اوقفوا الحرقضة number five the topic should not them in idea of the paragraph الموضوع يجب ان هو يتضمن يبعينا should include تمام يجب ان هو يتضمن الفكرة الرأسية اللي هنا الparagraph number six طارق not better after two weeks in hospital طارق اتحسن بعد ما قاعد اسبوعين في المستشفى يبعينا good better لان اصلك كلمة get better يتحسن والماضي good better number seven what is the not for the fire of the hotel يطرق ايه هو بتاع الحرق بتاع الفندق يبعي what is the cause for ولا reason for فاكرين cause بيجي معها of لكن reason بيجي معها for تمام ما هو سبب الحريق number eight are you taller your brother هل انت اطول من اخيك اسمها taller than لها فاقية يا جماعة تمام than number nine my grandfather not football when he was young get do هزولة كان معتدل يلعب كرة قدم لما كان صغير يريب هنا used to play لطربي تمام number ten ده ده علي نقط اذا شابس يصر داي هل علي ذهب الى المحلات بالامس تفاكرين السؤال بتاع الماضي ده فاعل المصدر برافع عليكم هنا يبقى go my family history يبقى I didn't ايه I didn't use تمام لان فاعل didn't زاد المصدر وكمان didn't بيجي معه use مش used number three where did محمود found his mobile طبعا where did محمود ايه find مش found number four did Sally use to go camping يبقى هنا use to لان did فاعل مصدر تمام اخر سؤال طبعا اكتب براقراف عن رابش موجود في اخر الكتاب خد منه افكار وكتب اسلوبك وراعي الحاجات اللي قلت عليها قبل كده في كتابة اول حرف من جملة كابتل اخر جملة فيه سب مسافة بين الكلمات ما تشطبش وضع خطك ما تغلصش ده كله عليه درجات هيا كده وصلنا لاخر حلقات النهاردة ان شاء الله من الفيديو اللي جاي هنبدأ نجيب الوحدة كاملة في فيديو واحد بإذن الله وهتسافدوا منه جدا جدا ونخلص المنهج ونبدأ مراجع على طول بإذن الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة وتفعل جرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مسرح من العبد من قناة دور السعالم يا ولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته